زمن جميل كان فيه سمونا كانت به أمجادنا تتوالى كانت عزائم أمة خف بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم وبارك على سيدي المرسلين لحمدك ربي أبلغ حمد وأزكه أيها الأحباب سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته نلتقي من جديد حول شخصية جديدة على جسرنا العظيم الذي يعبر أو عبر بهذه الأمة إلى عتبات المجد إلى المآثر والمفاخر وجعلها خير أمة أخرجت للناس نلتقي مع سعيد بن جبير سعيد بن جبير كان رجل أسود اللون وكان من أصول حبشية وكان من التابعين الذين تلقوا أو رووا عن أمنا عائشة وعن أبي موسى الأشعري وعن ابن عباس بل كان يجلس إلى ابن عباس كما يروي عن نفسه لشدة نهمه للعلم فيكتب عنه حتى يملأ لوحه ثم يكتب في كف يده ثم يكتب في نعله كان شديد نهم للعلم فكان بذلك أعلى التابعين بل كان ابن عباس يقول له قم فحدث الناس فيقول أحدث وأنت ها هنا قال أوليس من نعمة الله عليك أن تحدث وأنا شاهد فإن أصبت فهو ذاك وإن أخطأت صوبتك وكان إذا قدم أحد من الكوفة يسأل ابن عباس قال له أتستفتيني وفيكم سعيد بن جبير وهذه شهادة من صحبي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لسعيد بن جبير كان أعبد الخلق إذ كان يقوم الليل كله بآية يقف عندها تملأ عليه الروح والنفس والكيان فيروى أنه ذات ليلة قام بآية واحدة واتق يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فظل يكررها إلى أن أصبح وكان يقوم الليل يصلي ركعتين يقرأ فيهما كل القرآن وكانت له مزايا كثيرة في العلم وفي العبادة وفي تعبير الرؤى أيضا يروى أن عبد الملك بن مروان رأى أنه أكرمكم الله يبون في المحراب أربع مرات فقال له يحكم من ولدك لصلبك أربع وقد تحقق ذلك فكان الخليفة الوليد بن عبد الملك وكان الخليفة سليمان بن عبد الملك وكان الخليفة هشام بن عبد الملك وكان الخليفة يزيد بن عبد الملك فحكم فعلا من ولده أربع وهذه من نعم الله التي يؤتيها خلقه فلا يميز في ذلك بين عربي وأعجمي ولكن هي القلوب والأفئدة هي العقائد التي تصنع الرجال فلا حاجة لنسب في الإسلام ولا حاجة لعرق في الإسلام ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه يقال أنه في فتنة القراء قد خرج عبد الرحمن بن الأشعث في البصرة عن الحجاج واجتمع له نفر كثير من الناس ومن العلماء ومن القراء وكان من هؤلاء سعيد بن جبير وتنازل القوم وتباروا في ساحة القتال طيلة عامين كاملين وبلغ عدد المعارك إلى تسعين معركة فكانت كلها لعبد الرحمن بن الأشعث إلا الأخيرة فكانت للحجاج بن يوسف الثقافي فظهر بذلك على عبد الرحمن بن الأشعث ففر من فر وقتل من قتل وأسر من أسر وكان في جملة الفرين سعيد بن جبير ففر إلى مكة ولبث في مكة طيلة 12 عاماً متخفياً عن الحجاج إلى أن ولي مكة خالد بن عبد الله القصري وكانت له علاقة وطيدة بالحجاج فقال له أحد أصحابه لقد ولي خالد بن عبد الله مكة وما أراه إلا مرسلك إلى الحجاج فاخرج وانج بنفسك فقال سعيد بن جبير العابد الطاهر النقي والله لقد فررت حتى استحيت من الله يعني المسألة فيها حتوف المسألة دونها الموت ولكنه أبى أن يظل فاراً هذه ليست من المرؤات لقد فررت حتى استحيت من الله وفعلاً جاء عبد الله أو خالد بن عبد الله القصري فأسر الرجل وأرسله إلى الحجاج الحجاج كان يقرر الناس على أنفسهم بالكفر في هذه الفتنة فمن أقر على نفسه بالكفر تركه ومن تمسك بإيمانه قتله فكان يدخل عليه أحد أولئك الذين كانوا مع عبد الرحمن بن الأشعر فيقول أكفرت بخروجك علينا فإن قال نعم خل سبيله وإن قال لا قتله يروى أنه قدم عليه أو دخل عليه شاب وشيخ فقال للشاب أكفرت بخروجك علينا قال نعم قال أخرج وقال ثم التفت إلى الشيخ فقال أما هذا الشيخ فإنه لا يريد أن يقر على نفسه بالكفر فقال له الشيخ أتخدعني عن نفسي يا حجاج والله لو كان شيء أكثر من الكفر لا أقريت به لشدة ما كان الحجاج يفزع الناس غفر الله له ثم دخل عليه رجلين فقال لأحدهما أكفرت بخروجك علينا وعلى ديني من أنت فقال له أنا على ديني إبراهيم الخليل حنيفا وما كان من المشركين فقال ضربوا عنقا ثم قال للثاني على ديني من أنت قال أنا على ديني أبيك يوسف فقال أما والله لقد علمت إنه لقوام صوام أرسلوه فأهم الرجل بالخروج ثم التفت إليه فقال له قال لك على ديني أو على ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قلت ضربوا عنقا وقلت لك على ديني أبيك فقلت أرسلوه فوالله لو لم يكن لأبيك من سيئة إلا أنت لكفت فقال ضربوا عنقا يعني هانت الدماء في ذلك العصر وكثر الهرج الهرج والمرج ثم جيء بسعيد ابن جبير في أغلاله فقال ما اسمك قال سعيد ابن جبير قال بل أنت شقي ابن كسير قال أمي أعلم باسمي منك قال شقيته شقيت أمك فقال له سعيد الشقي من دخل النار فغضب الحجاج وقال ضربوا عنقا فقتلوا سعيد وندم الحجاج بعد ذلك ندما شديدا فكان لا يلبث أن يقول ما لي ولسعيد فدخل عليه أحد أعوانه مرة تخفيا فوجده يتكلم ويقول ما لي ولسعيد ندم ندما شديدا على قتل سعيد ابن جبير بل إن الحسن البصري لما سمع بقتل سعيد ابن جبير قال قتله ووالله ما من أحد في الأرض إلا وهو في حاجة إلى علمه وقال غيره لو أن الله يؤاخذ بدم لا آخذ أهل الأرض كلهم إن اشتركوا في قتل سعيد ابن جبير تروي بعض الكتب أنه لما أسر سعيد ابن جبير وأرادوا أن يرسلوا به إلى الحجاج في طريقهم إلى العراق مروا بدير فأعوزهم الليل إلى المبيت عند هذا الراهب فقال سعيد أما أنا فلا أدخل هذا الدير ولا أبيت فيه فقالوا له إن في الجوار أسود وقد تفترسك وتفتك بي فقال إن الله ينجيني فقالوا آنبي أنت قال له وإنما أنا عبد من عباد الله ثم لجأ القوم إلى الدير وظل سعيد ابن جبير خارج هذا الدير فقام ليلا يصلي فجاءت اللبوة فحامت حول سعيد وشمشمته ومسحت عليه ثم ربضت قربه والناس ترمق هذا الموقف بجزع وخوف هاهنا يفترس هاهنا يؤكل ثم جاء بعد ذلك الأسد ففعل مثل فعلتها وربض قرب سعيد ابن جبير لم يمسه بسوء فلما رأى الراهب هذا الموقف نزل إلى سعيد وأسلم إلى الله عز وجل وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حين دخلوا على الحجاج كان ذلك الحوار الشهير ما اسمك؟ قال سعيد بن جبير قال بل أنت شقي ابنك سير قال أمي أعلم باسمي منك قال شقيت وشقيت أمك ثم لما ارتض الحجاج فقال اقتلوه فقال سعيد وليت وجهي للذي فطر السماوات قال ردوه إلى غير القبلة قال أينما تولوا فثم وجه الله قال كبوه على وجهه قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى فضرب الحجاج عنقه وقتله ثم ما لبث الحجاج كما قلت لكم أن يكرر مالي ولسعيد ولكن سعيد بن جبير دعا دعوة فقال اللهم لا تصلته على أحد من بعدي فظل الحجاج قد أصابه الهوس وندم ندما شديدا وأمسك عن الدماء إلى أن مات ولم يصلته الله عز وجل على غير سعيد على غير سعيد بن جبير وسعيد بن جبير كان رجل مجابة دعوة فكانت أمه تقول له يا ولدي لا تدعو على أحد لأنها تعرف أن سعيد مجابة دعوة الشاهد في المسألة أن هذا الموقف الذي وقفه سعيد بن جبير وهو من هو فيه دلالات عميقة على أنه يمكن للأمة أن تقف في وجه الجور ويمكن للأمة أن تقف في وجه الظلم ويمكن للأمة أن تقول للمحسن أحسنت وأن تقول للمسيء أسأت أما أن تكون الأمة مراكب أو ظهور تركب فوالله هذا بعيد عن الذوق السليم فضلا على شرع الله عز وجل والإسلام جاء ليحرر النفوس وجاء ليضع الأمور وفق ما فطر الله الناس أو ما فطر الله عز وجل الناس وليس ما كان من أهواء البشر في الاستبداد بالحكم وفي الظلم والنماذج كثيرة في هذه الأمة وأولئك الذين وقفوا على عتبات المجد ليرفع لنا الأعلام الناصع البيضاء لتكون نبراسا وهدي على طريق الحياة الإسلامية نسأل الله عز وجل التوفيق ونعوذ بالله تعالى من أن نرد على أدبارنا وعلى عقابنا والله ولي ذلك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته زمن جميل كان فيه سمونا كانت به أمجادنا تتوالى كانت عزائم أمة خفاقة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى